موسيقى تحية لكم من جديد استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وذلك فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الزعيمين عقد مباحثات رحب خلالها السيد الرئيس بأخيه العاهل الأردني في وطنه الثاني مصر حيث تم الإعراب عن الارتياح لواترة التنسيق والتشاور بين البلدين والتي تعكس الأهمية الكبيرة للعلاقات بين الشعبين والقيادتين وقد استكشف الزعيمان سبل تطوير العلاقات وفتح أفاق جديدة لتعزيزها في مختلف المجالات بما يتفق مع العلاقات الخاصة والأخوية بينهما وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات قد تناول التطورات الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة والمأساة الإنسانية التي تواجه القطاع والتي خلفت ألاف القتلى والجرحة ومئات الآلاف من النازحين فضلا عن التدمير الواسع الذي أصاب البنية التحتية والمنشآت في القطاع حيث أكد الزعيمان رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو لتهجير الفلسطينيين خارج أراضهم أو نزوحهم داخليا مشددين على أن الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة التي تحدث فارقا حقيقيا في التخفيف من معاناة أهالي القطاع مع الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمقرارات الشرعية الدولية ذات الصلاة كما أكد الجانبان أيضا أن هناك مسؤولية سياسية وأخلاقية كبيرة تقع على عاطق المجتمع الدولي نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك على النحو الذي يحفظ مصداقية المنظومة الدولية مشددين على أهمية عدم توسع دائرة الصراع بما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي لا طالما ارتبطت مصر والأردن بعلاقات تاريخية منذ زمن بعيد علاقات شملت جميع المجالات وتوتضت على الأصعدة كفا فعلى صعيد السياسية تجلت العلاقة الثنائية وقوامها التنسيق وتشاور المستمر بين البلدين وتوافق الرؤى والمصالح المشتركة فضلا عن إدراك التحديات والقواسم المشتركة وتعزيز التعاون بينهما في هذا الإطار العلاقات السياسية المصرية الأردنية تعد نموذجا يحتذا به في العلاقات بين الدول خاصة في ظل الدور الإقليمي البارز الذي تلعبه قيادة البلدين في إعادة الاستقرار بالمنطقة وتنصيق المواقف فيما يتعلق بالقضايا العربية وتعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة دليلا واضحا على تنصيق المواقف فيما يصب في مصلحة القضايا العربية حيث أعلنت القاهرة وعمان رفضهم القاطع للمخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين حيث حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهد الأردني الملك عبدالله الثاني من أن تهجير الفلسطينيين يعد بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية وشاركت حكومات مصر والأردن في عملية السلام في الشرق الأوسط وعقدت عدة قمم ولقاءات في البلدين بهدف تحقيق تسوية للقضية الفلسطينية في ملف الإرهاب تتفق رؤى الدولتين حول ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي والدود العربية والإسلامية للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية هذا بالإضافة إلى الرؤية المشتركة للوضع في سوريا وتأكيد البلدين على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة ينهي المعاناة الإنسانية للشعب السوري ويحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية ويحول دون امتداد أعمال العنف إلى مناطق أخرى وفي أغسطس الماضي قام الملك عبدالله الثاني بزيارة لمصر تتضمن المشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات أعرب خلالها عن ارتياحهما لمستوى العلاقات المتميز بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة معربين عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري زيارة العاهد الأردني للقاهرة سبقها في الشهر نفسه زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى الأردن حيث استقبله الملك عبدالله الثاني الذي أعرب عن ترحيبه بما تم التوافق عليه بين الوفدين المصري والأردني من موضوعات تعاون مختلفة مؤكدا حرصه على المتابعة المستمرة لمسيرة تطوير وتعزيز العلاقات مع مصر العلاقات القوية والراسخة بين القاهرة وعمان تظهر متانتها في كافة المواقف التي تتطلب رأيا عربيا موحدا وهو ما يميز العلاقات بين البلدين على مدار سنوات عديدة تعد العلاقات المصرية الأردنية مثالا يحتذا به في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري ونموذجا للتطبيق العملي لتفاهم وتنصيق السياسية على مستوى البلدين الشقيقين فمصر والأردن يسيران في طريق التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري لمواجهة تحديات الاقتصادية القائمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بما لديهم من خبرات وخبرات قادرة على تجاوز هذه الأزمات والتحديات روابط اقتصادية وتجارية وثيقة وممتدة ما بين مصر والأردن ساهمت في تنمية التعاون الثنائي والعربي والإقليمي خلال السنوات الأخيرة بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري ما بين البلدين لتصل إلى 980 مليون دولار خلال العام 2022 مقابل 915 مليون دولار خلال العام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7% قيمة الصادرات المصرية للأردن بلغت 726 مليون دولار خلال العام 2022 مقابل 711 مليون دولار خلال العام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2% فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 253 مليون دولار خلال العام 2022 مقابل 204 مليون دولار خلال العام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24% وفيما يخص أهم مجموعات سلاعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال العام 2022 فقد جاء الوقود والزيوت المعدنية في المرتبة الأولى بقيمة 155 مليون دولار ثم الخضروات والفواكه بقيمة 69 مليون دولار ثم الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 55 مليون دولار أما أهم مجموعات سلاعية استوردتها مصر من الأردن خلال العام 2022 فقد جاءت الأسمدة في المرتبة الأولى بقيمة 143 مليون دولار ثم منتجات الصيدلة بقيمة 24 مليون دولار ثم الألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 13 مليون دولار هذا وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 792 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 774 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4% في حين بلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 52 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 22 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 130% وللحديث عن العلاقات المصرية الأردنية ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفية جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربية يعني بداية وبعد التحية كراءة في هذه القمة وقمة المباحثات التي جمعت اليوم بين رئيس عبد الفتح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني كراءة في توقيت بلغ التعقيد وفي وقت يتوصل في التصعيد العسكري على قطاع غزة مثال خير على حضرتك وعلى كل أستاذ المساعدين في الحقيقة هذه القمة تأتي من صياق يجمع مصر مع الأردن لقاء ومباحثات رئيس عبد الفتاح السيسي في الملك عبد الله اليوم تأتي أو تنطلق من تطابق في الرؤى ويعني خاصة في القضايا الإقليمية وفي المنطقة وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على غزة في الحقيقة يعني هذه القمة تأتي بعد تلسلة من القمم التي عقدت خلال الفترات الماضية بين القاهرة وعمان أكد الزعيمان في هذه القمة الرفض التام لجميع أعمى حولات تصفيت القضية الفلسطينية والتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وهذا الأمر ثابت رفض تام من القادة السياسية المقضية منذ اللحظة الأولى للحرب من تأجيرهم من غزة إلى جناء أو على الجانب الأردني من تأجيرهم من الضفة الغربية لنهر الأردن للضفة الشرطية لنهر الأردن وهذه ثوابت قوية ومهمة تجمع ما بين مصر والأردن وتحرص عليها الدولتين أيضا كان هناك حرص في أثناء المباحثات على الدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذ الوقف الفوري لإطلاق النار ومزيد من المساعدات الأجنسية بالكميات والأحجام التي تكفي وتخفف المعاناة عن أهالي القطاع أيضا التأكيد على المصار السياسي الذي يقود إلى إقامة دولة خطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعظمتها القدس الشرقية وذلك وفقا لمقررات الشرعية الدولية في الحقيقة أكدت المباحثات بين الرئيس عبد السياسي والملك عبد الله على أن هناك مسؤولية سياسية واخلاقية كبيرة تفعل عاصف المجتمع الدولي بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجميع العامة للأمم المتحدة وهذا على النحو الذي يحفظ من ضرقية المنظومة الدولية وبالتالي هنا هزم في القمة تنطلق من المسارات المشتركة وتطابق الرؤى بين مصر والأردن فيما يعني يتعلق بالقضية الفلسطينية فهذا ثابت عبر التاريخ خاصة أنه يعني نحن أمام احتلال يواصل مجازره الوحشية وقت الأصفال والمدنيين ويعني لديه رؤية لتنفيذ المخصصات التاريخية المتجددة التي تأخذ أشكالا مختلفة من وقت إلى آخر أيضا يعني لابد أن نؤكد أن هذه المسارات التي بدأتها أو تنتهجها مصر وتتبعها مصر والأردن نجحت بشكل كبير جدا في تغيير الرؤية والموقف الدولي تجاه ما يحدث سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو مع أثقاءنا الفلسطينيين بشكل عام لأنه لو تابعنا السغيرات التي حدث منذ 7 أكتوبر نجد هناك خطاب كان يتبرناه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الآن بفعل المباحثات والمفاوضات والمطارات والإصرار والثوابث التي أكدها الرئيس عبد الفتاح التيتي منذ سواء في قمة القاهرة للسلام أو في القمة العربية الإسلامية أو سواء خلال لقاءات الرئيس التيتي مع قادة وزعماء العالم نجحت الدولة المصرية بشكل حقيقي في أن تضع الأمور في منصبها وصيقها الصحيح وتغير اللغة والخطاب الأمريكي الغربي والأوروبي تجاه ما يحدث في غزة وبالتالي هذا مكتب كبير جدا هذا فضلا عن أنه منذ اللحظة الأولى جاء الموقف المصري قوية بمساعدها على عدم نجاح الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخطط التهجير وهو بالطبع تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القصري للفلسطينيين أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأحرام العربية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على إقامة شراكات مع القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أكد مدبولي أنه يتم إقامة الشراكات مع القطاع الخاص بما يخدم اقتصاد الدولة في ضوء التزام الحكومة بتنفيذ ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم مع الإمارات تؤكد الاتجاه القوي الذي تنتهجه الحكومة والمتمثل في زيادة مشاركة القطاع الخاص في المرحلة الراهنة من مسيرة التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال زيادة مساهمته في مختلف الأنشطة الاقتصادية واستعرض مدبولي تقريرا بشأن ما أثير عن متحور كورونا الجديد وأعداد الإصابات على مستوى العالم حيث تم تأكيد على أنه لم يتم رصد أي إصابة به في مصر حتى الآن كما استعرض كذلك تقريرا حول المساعدة التي يطلقها المصابون الفلسطينيون في المستشفيات المصرية كما استعرض تقريرا آخر بشأن ماراثن زايد الخيري الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع الأشقاء المسؤولين في دولة الإمارات الشقيقة شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع العقد النهائي بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض سفاج 2 بمناء سفاج البحرية ينص العقد على منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجة وذلك لشركة سفاجة لتشغيل المحطات بنظام المناطق الحرة الخاصة والمؤسسة من تحالف شركات أبوظبي للموانيه هذا ومن المتوقع أن تستوعب المحطة نحو مليون حاوية سنوياً بالإضافة إلى استقبال بضاء عامة تقدر بحوالي 7 مليون طن كما ستسهم المحطة في تدول الحاويات وجميع أنواع البضاء العامة وصب الجاف وسائل فرما العقد الذي تم توقيعه اليوم منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجة لشركة سفاجة لتشغيل المحطات شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة والمؤسسة من تحالف من شركات إماراتية على رأسها أبو ظبيل المواني وجولدن أنكر شيبس أوبريتور ليميتد سيلفر أنكر فاسيليتز منيج منت ليميتد وتكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع 30 عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع ونهو البنية الأساسية بواسطة الشركات المصرية وبتمويل مصري كما شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع مذكرة تفاهم لبدء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للطاقة لزيادة حجم القدرات من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة والحد من استخدام الوقود الأحفوري لتحقيق خطة تنمية المستدامة المستهدفة من الدولة هذا ويسهم المشروع في خفض نحو 14 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كما سيوفر عند اكتمال ما يقدر بنحو مليار دولار أمريكي سنويا من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية يهدف المشروع إلى إنتاج حوالي 30 جيجاوات من الطاقة الشمسية النظيفة التي يتم ضخها في الشبكة وبناء عليه يتم خفض النسبة من الوقود الأحفوري وتحديدا تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وأيضا خفض الانبعاثات السنوية بتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 8 مليار دولار بيتم ضخها بالكامل من خلال استثمار أجنبي مباشر من خلال المستثمر الصيني ويتم إنشاء المشروع وربطه بالشبكة الكهربائية المصرية في جنوب مصر في منطقة أسوان بحيث يتم ضخ الطاقة الكهربائية وتغذية الشبكة يأتي هذا في الحقيقة في إطار الحزمة التي تقدمها مصر لنهوض بمشروعات الطاقة المتجددة والتي تبلغ إجمال قدرتها المركبة أكثر من 6500 ميجا واط بتمثل حوالي 20% من الكهرباء المنتجة يوميا في منظومة الشبكة الكهربائية شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مرسم توقيع عقود إنشاء أكبر مجمع لصناعات الأغزاء الزراعية في شرق الأوسط بمدينة السادات بإجمال استثمارات يصل إلى 300 مليون دولار وتأتي تلك الخطوة في ضوء توجه الدولة نحو تعظيم القدرات الصناعية من خلال استراتيجية تعزيز الصادرات وإحلال الواردات حيث سينتج المجمع ما يزيد على 100 ألف طرن من المنتجات الزراعية الغذائية سنويا فالمرحلة الأولى باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال صناعة الأغزاء الزراعية وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال كما سيوفر هذا المشروع ما يزيد على 7 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويستهدف تصدير أكثر من 80% من إنتاجه للخارج الدولة بتدي أولوية واهتمام جداً ناحية التصنيع الغذائي وخاصة التصنيع الزراعي يمكن التصنيع الزراعي أو القيمة المضافة على المنتجات الزراعية عندنا يمكن ما خدتش حظها الفترة اللي فاتت وكانت نسبة مشاركتها أننا نحط قيمة مضافة على المنتجات الزراعية اللي عندي يمكن كانت بتوصل لعشرة في المية توجيهات القيادة السياسية وتوجيهات فخامة الرئيس الاهتمام ورفع النسبة دي لـ 30% احنا حققنا النهاردة صادرات من الحاصلات الزراعية يمكن السنة اللي فاتت 3 مليار تقريباً قربة 3 مليار دولار السنة دي أول عشر شهور عدنا وتجاوزنا 3 واحد من 10 مليار دولار النهاردة هنا بنتكلم على مجمع صناعي فيه أربع مصانع للصناعات الغذائية حجم استثمارات 300 مليون دولار والاستثمارات ده هيت جاية من خارج جمهورية مصر العربية وده بيؤكد على ثقة المستثمر النهاردة في الاقتصاد المصري بنتكلم النهاردة على حاجة ما كانتش موجودة قبل كده قيمة مضافة كبيرة جداً موقع متميز هتشتغل بمنطقة الحرة أو بنظام المناطق الحرة أعتقد أنها هتكون إضافة كبيرة جداً للتصنيع الزراعي في مصر وبداية خير المشروع إن شاء الله بإذن الله أول ما يكتمل خلال إن شاء الله 18 شهر هيبدأ المرحلة الأولى هيحقق إن شاء الله صادرات بنسبة 200 مليون دولار وحيوصل الرقم ده في انتهاء المشروع لـ 400 مليون دولار وللمزيد حول توقيع بروتوكولات التعاون اليوم في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري كاريم بابرس تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة تم توقيع عدد من الاتفاقيات المختلفة بروتوكولات للتعاون أيضا إن شاء وتدشين لبعض مراحل التعاون مع بعض الدول الشقيقة الخاصة بعدد من المجالات المختلفة إذا بدأنا بالتوقيع الأول وهو بالطبع الخاص بالموانئ الجزء الخاص بتطوير ميناء سفاجة وهذا الخط اللوجيستي الكبير الذي يستهدف الوصول إلى 400 مليون حاوية سنويا بدلا من 180 مليون حاوية سنويا هذا التطوير اللوجيستي بالطبع هو يعتبر مرحلة أولى ضمن تقطيد كبير لتطوير هيئة الموانئ المصرية بشكل عام عن طريق وزارة النقل هذا التطوير يستهدف ليس فقط زيادة عدد الأرصفة وهذه بالطبع الأرصفة التي تمتد لما يقرب من 100 كيلو متر تقريبا تم تفريقهم أو تم توزيعهم على عدد من الموانئ المختلفة مثل برسعيد والعين السخنة والسفاجة وغيرها من الموانئ المختلفة ولكن أيضا بالإضافة لذلك زيادة القدرة الاستيعابية للموانئ الاستقبال أكبر أكبر عدد من الحاويات وهذا بالطبع ضمن الخطة الأكبر لتطوير الموانئ وأيضا إنشاء المناطق الحرة وهذا البروتوكول اليوم بين مصر والإمارات لتطوير الميناء الخط روجستي الخاص بميناء السفاجة بهدف بطبع الوصول لمنطقة حرة بنقل البضايا عن طريق الموانئ هذه النقطة النقطة الأخرى أيضا كانت خاصة بوزارة الصناعة ففي مؤتمر صحفي لوزير الصناعة أيضا كان هناك حديث عن إنشاء مجمع صناعي الزراعي لهذا المجمع الصناعي الزراعي به أربعة مصانع تم بالفعل البدء في إنشاء هذا المجمع بالطبع هذا المجمع سيكون صديق للبيئة وبها عدد كبير من توفير فرص العمل للجزء الشباب وأيضا الجزء الآخر هو زيادة المحصول الزراعي ولكن أيضا المستهدف دائما من هذه الصناعات الزراعية هو استخراج صناعات جديدة ومنتجات جديدة من المخلفات الزراعية هذا ضمن البروتوكول الثاني أيضا كان هناك جزء جديد وهو اتفاق على استراتيجية مبدئية خاصة بوزارة الكهرباء هذه الاستراتيجية هدفها الوصول للطاقة الخضراء أو الطاقة النظيفة منذ كاب 27 مؤتمر المناخل تم عقده هنا في مصر والتوجه المصري للتحول للطاقة النظيفة والطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر لذلك أيضا هذه الاستراتيجية لزيادة حجم استثمارات في الطاقة الخضراء بعشرة مليارات جنيه هذه إضافة بالطبع على عدد كبير آخر من الاستراتيجيات والاتفاقيات بفضلا عن إنشاء بالفعل المصنع الأول المنتج للهيدروجين الأخضر وهو من أهم الصناعات في الفترة القادمة ولكن هذه بالطبع على البروتوكولات التعاون والاتفاقيات المختلفة هي بالطبع قبل عقد الاجتماع الأسبوعي لمجدس الوزراء الذي يناقش بالطبع عدد كبير من الملفات لكن أهم الملفات التي سيتم مناقشاتها اليوم هو الجزء الخاص بالاستثمارات الجديدة وأيضا ما توفره مصر خلال الفترة السابقة من إغاثات مختلفة ومشاركة مختلفة مع الأشقاء في غزة استشد وأصيب العشرات في أنحاء قطاع غزة وذلك إثر الغارات المكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء القطاع في اليوم الثاني والثمانين على التوالي من العدوان غير المسبوق وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة استهدفت المنطقة الوسطى في القطاع لا سيما مخيمي لبريغ والمغازي ووصلت القذائف لمراكز إيواء كما شهد مخيم النصيرات قصفا من مدفعية الاحتلال والطائرات الحربية كما استهدفت الغارات مناطق شرق مدينة رفح والفخاري والمناطق الشرقية لخانيونس جنوب القطاع وكذلك منطقة جبل البلد وشمال القطاع خاصة في بيت لهيا وبيت حنون وذلك بالتزامن مع قصف المدفعي على أنحاء المتفرقة وفي حاصلة غير نهائية أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء القطاع إلى أكثر من 21.100 شهيد وإصابة أكثر من 55.200 فلسطينية مضيفة أن العدد يتضمن 195 شهيد و325 مصابا خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية هذا وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عودة خدمات الاتصالات بشكل تدرجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة بعد انقطاع الخدمات بسبب العدوان المتواصل كانت شركة الاتصالات قد أعلنت صباح اليوم انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة للمرة السابعة على التوالي حيث يتزامن قطع الاتصالات والإنترنت دائما مع تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوة الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة بالإضافة إلى تسببها في تعطيل جهود إنقاذ المصابين وإسعافهم تواصل الفصائل الفلسطينية خوض الاشتباكات مع قوات الاحتلال المتواغلة في محاور قطاع غزة وتخوض الفصائل الاشتباكات في أحياء النفاق والتفاح والدرج بمدينة غزة وفي المناطق الشرقية لخانيونس حيث أعلنت حركة حماس تمكنها من استهداف أربع جرافات عسكرية ودبابا مركابا شمال مدينة خانيونس من جانبه أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجنديين وإصابة أربعة وأربعين آخرين خلال المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة مما يرفع القتل إلى مئة وسبعين ضابطا وجنديا مذبط التواغل البرية فيما بلغ عددهم مذو السابع من أكتوبر أربعمائة وأربعة وتسعين قطيلا وعلى وقع الغارات المستمرة على أنحاء القطاع يوصل الفلسطينيون نزوحهم من مخيم لبريج إلى دير البلح ورفح وسط وجنوب قطاع غزة وذلك مع ما يواجهونه من طقس قارس وأمطار ودرجات حرارة منخفضة والعدام المأوى والخدمات الأساسية للحياة وقد أشارت التقديرات الأولية إلى أن حوالي 1.9 مليون شخص قد نزحوا داخليا في جنوب غزة وفقا للأمم المتحدة وهو ما يمثل حوالي 85% من إجمالي سكان القطاع ويشكل الأطفال ما يقرب من 50% من النازحين واقع تشهده الأعين وترفضه العقول ضرب من الخيال وكابوس ليس له نهاية جزء من حقيقة مرة يعيشها الفلسطينيون في رحلة نزوحهم من قطاع غزة ومعهم من تبقى من ذويهم على قيد الحياة بعد أن دمر العدوان الإسرائيلي بيوتهم وقتل أبناءهم وأجبرهم على التشرد هنا مدرسة يعيش بها مئات الأسر يتشاركون دورات مياه لا تصلها المياه غالبا ينتظرون الوقود الذي شح حتى عاد الناس لحياة بدائية خشنة فيقترضون الماء للمال إذ لا حاجة لهم به في ضوء عدام أي مواد غذائية أساسية نحو مليون نازح معظمهم من الأطفال والنساء بينهم نحو خمسة آلاف سيدة حامل وأكثر من ألف شخص من ذوي الإعاقة بحسب تقديرات الأنروا أصيبوا بأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي نتيجة التكدس في المراكز والملاجئ والمدارس وما زال النزوح مستمرا في كل مكان فمن مخيم البريج إلى دير البلح ورفح وسط وجنوب قطاع غزة إلى أي مكان لا يسمعون فيه دوي الانفجارات فوق رؤوسهم كل ذلك يأتي مع اجتداد القصف الإسرائيلي وعرقلته دخول المساعدات الإنسانية طوابير طويلة في انتظار قطرة مياه في رفح جنوب القطاع اضطر خلالها المواطنون الفلسطينيون إلى حمل المياه على عربات يجرها الشباب أو الدواب نظرا لشح الوقود اللازم لحركة السيارات تحكي عن ما يقارب مليون ونصفنا آدم في رفح حاليا وإحنا هنا في محطة مي محطة يسين عبد السلام يسين طبعا المحطة بتعاني بشكل كبير من نقص في الوقود وشوح في الوقود إلى حيث لا يعلمون هذا هو مصار النازحين الفلسطينيين الذين يزداد عددهم يوما بعد آخر في موجة غير مسبوقة من النزوح وهم مع ذلك لا يأمنون من القصف الذي يترصدهم حتى وهم في طرقات النزوح أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ستة فلسطينيين في قصف قوات الاحتلال بتائرة مسيارة مخيم نور شمس بمدينة تولكرم بالضفة الغربية كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم نور شمس لليوم الثاني على التوالي بقوات كبيرة يرافقها جرافات وفي قلق لية اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الأشخاص خلال مدهمة عدد من المنازل بقرية قفر قدوم وفي محافظتي رمالة والبيرة اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى وبلدات وأطلقت الرصاص بكثافة خلال الاقتحام ما زالت قوات الاحتلال الاسرائيلي ترتكب جرائم ضد الإنسانية على مسمع ومرأة من المجتمع الدولي فبالتزامن مع حربها في غزة تواجه الضفة الغربية عدوانا آخر استخدمت فيه قوات الاحتلال الاسرائيلي طائرة مسيرة لقصف مناطق بمخيم نور شمس بمدينة تولكرم مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين وذلك بعد يوم من اقتحام القوات الاسرائيلية للمخيم وعمدت القوات الاسرائيلية إلى إحداث تشويش كبير على الاتصالات وشبكات الانترنت داخل المخيم في الوقت الذي سمعت فيه أصوات انفجارات في المنطقة كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي قرية تياسير شرق طوباس وبحسب مصادر في الهلال الأحمر فإن شابا أصيب جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحام القرية وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية بعدد من الدوريات برفقة جرافة وداهمت أحد المحلات التجارية في القرية وفتشته كما داهمت منزلا وعبثت بمحتوياته وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الأشخاص خلال مداهمة عدد من المنازل بقرية كفر قدوم وفي محافظتي رامالله والبيرة اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى وبلدات وفي شمال الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي شابا وداهمت عدة منازل خلال اقتحام لبلدة بيت أمر واندلعت في بيت أمر مواجهات مع قوات الاحتلال التي تمركزت في عدة أحياء داخل البلدة كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال غرب الخليل وانتشرت في عدد من أحيائها وفي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي واعتقل شقيقان خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلق خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام واستمرارا للانتهاكات الاسرائيلية اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم بحث المسجد الاقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال أفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أدخلت عشرات المستوطنين لبحث المسجد الاقصى ووفرت لهم الحماية كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الاقصى منعت المواطنين من الدخول للبلدة القديمة والدخول للمسجد الاقصى ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين وإلى لبنان حيث استشهد ثلاثة بينهم سيدة إثر القصف الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بن جبيل بالجنوب أوضحت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن القصف الذي استهدف بن جبيل لأول مرة منذ 2006 أودى بحياة شقيقين بينهم عصر بحزب الله ودولة أحدهما كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات الخيام وعيد الشعب ويارون وكفركلة اشتركوا في القناة التقى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان بحث الاجتماع والجهود المبذولة لإعادة المحتجين المتبقين لدى الفصال الفلسطينية بقطع غزة والانتقال إلى مرحلة مختلفة من التصعيد الجاري في القطاع فضلا عن قطة سلطات الاحتلال عقب انتهاء العمليات في غزة بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة سفير رياض منصور بسلاس رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أكد منصور أنه على الرغم من تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن قرارا بشأن غزة إلى أن إسرائيل ما زال تواصل تجاهل مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره وأعاد منصور تكرار مطالبات القيادة الفلسطينية بالوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة ووقف جميع المحاولات الإسرائيلية للترحيل أو التهجير القصرية مشددا على ضرورة بذل الجهود الفورية واللازمة لتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلاة أكدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن الهجمات الإسرائيلية التي لا أساس لها ضد الأمم المتحدة لا تثبت إلا ما وصفته بالجبن الأخلاقي وتعقيبا على تصريح وزير خارجية إسرائيل بعدم تجديد التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة أكدت أنه تم إضعاف الأمم المتحدة بسبب عقود من الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولية بما في ذلك احتلال الأراضي الفلسطينية والتهجير القصرية مشددة على ضرورة أن تطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها في محاسبة إسرائيل لإنقاب سمعتها وهدفها وطالبت المقررة الأممية بوقف إطلاق النار في قطع غزة وإطلاق صراح المحتجزين الإسرائيليين في قطع غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتوفير الحماية الكاملة وإعادة الأعمار والعدالة وإنهاء الاحتلال هذا وقد عقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة عادل العسوم اجتماعا خاصا لنصرة أهالي فلسطين بمقر البرلمان العربي وذلك يأتي في إطار التحضير للجلسة الخاصة بالبرلمان العربي المقرر إنعقادها غدا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاعة الكبرى تحت عنوان نصرة فلسطين وغزة بحضور عدد من الشخصيات العربية والدولية لبحث مستجدات الحرب على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية ويأتي عقد هذه الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية ودعب الشعب الفلسطينية منذ بدء هذا العدوان الغاشم عليه في السبع من أكتوبر الماضي ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين دورنا كبرلمان عربي للجم الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته أمام المحكمة الجنايات الدولية وأيضا من أجل كمان تجميد عضويته في العديد من اللجان الأقليمية والدولية هذا الاجتماع مهم جدا وعرفين أن دور البرلمان العربي كان واضح وكان موجود من يوم بدء الحرب على فلسطين كذلك أن رئيس البرلمان العربي كان يعمل لقاءات متكررة في هذا الشأن كذلك زيارة المعبر كانت مهمة جدا زيارة المستشفى كانت مهمة جدا بالنسبة وضع مأساوي بغزة يشوبه الدمار والحصار والتقتيل والتهجير اجتماع تحضيري لاجتماع الغد والعام للمجلس البرلمان العربي لدعم فلسطين ودعم غزة والضغط على المجتمع الدولي في شتى المجالات حتى في المحاكم الدولية لإدانة الكلان الغاصب والضغط على كافة الدول والأمم التحدة لوقف هذا العدوان الغاشم البربري الوحشي الذي لم يمر على التاريخ مثل هذه المجازر التي ترتكب وأبشع المجازر والإبادة الجماعية رحبت مصر بتعيين منصقة لشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة وبدء تدابير إنشاء الآلية التي تضمنتها قرار مجلس الأمن الأخير وإذلك بعد أن أعلنت الأمم المتحدة تعيين الوزيرة الهولندية سيجريد جاك منصقة لشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار تنفيذا لقرار مجلس الأمن الأخير لتسهيل دخول ومراقبة المساعدات لقطع غزة مع مرور نحو ثلاثة أشهر على اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم تظهر أي علامات على تراجع في القتال البري فضلا عن القصف الجوي الإسرائيلي المدمر فنتيجة للحصار المطبق من قبل الاحتلال لا تزال المساعدات تصل بكميات غير كافية كما أن الجهود الإنسانية لا تقترب من تلبية احتياجات سكان غزة ونتيجة لهذا الوضع المأساوي أعلنت الأمم المتحدة تعيين الوزيرة الهولندية سيجرد كاج منسقة لشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة وذلك بعد قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو لزيادة المساعدات للقطع الأمم المتحدة قالت إن كاج ستقوم بتسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة وإنشاء آلية تابعة للمنظمة الدولية معنية بتسريع إرسال شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة من خلال الدول التي ليست طرفا في الصراع وتبدأ كاج مهامها في الثامن من يناير المقبل ويأتي تعيين كاج في وقت يواجه فيه سكان غزة حالة طوارئ إنسانية متفاقمة إذ يحول تواصل القصف الإسرائيلي دون إيصال المساعدات إلى القطاع المكتغ وبات أهالي القطاع يعانون من نقص كبير جدا في المواد الغذائية والمياه والأدوية والوقود وتسبب عدوان الاحتلال الشامل برا وبحرا وجوا على قطاع غزة في ضمار هائل في القطاعات كافة يواصل معبر رفاح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية الدول الأجنبية عبر المعبر إلى داخل قطاع غزة 73 شاحنة محملة بمواد طبية وغذائية ومستلزمات معيشية إضافة إلى عدد من شاحنات من الوقود بينما ينتظر خروج 25 مصابا فلسطينيا لتلقي العلاج في المستشفية المصرية وفي هذه الأثناء يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الإقليمية والدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفاح البري للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا مباشرة من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود هل لك أن تنقل لنا المشهد اليوم ووصول المساعدات المختلفة سواء عن طريق مطار العريش وكذلك أيضا المساعدات التي وصلت بالفعل إلى معبر رفاح البري حتى اللحظة نعم رهام بعد التحية لازالت الجهود المصرية مستمرة فيما يتعلق بإصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة إذا تحدثنا بالبداية من معبر رفاح البري الذي لازال تدخل من خلاله عدد كبير من الشاحنات نتحدث عن أن صباح هذا اليوم دخل ما يقرب من 73 إلى 74 شاحنة إلى منفذ العوجة بالطبع الإخضاع إلى عمليات التفتيش لكن على الجانب الآخر والجانب الفلسطيني وصل 60 شاحنة إلى الجانب الفلسطيني بالإضافة إلى دخول أربع شاحنات للغاز كل هذه الشاحنات المساعدات محملة بعدد كبير من المواد الجذائية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى أن المعبر لازال يستقبل عدد كبير من المصابين ومزدوجي الجنسية ورعاية الدول الأجنبية ليصل عدد المصابين حتى الآن والحالات التي استقبلتها المستشفيات المصرية ما يزيد عن 20 ألف حالة وفق ما صرح به وزير الصحة في 25 مستشفى تم تجهيزهم في مدن القناة والقاهرة وأيضا في محافظة شمال سيناء هذا بالإضافة إلى المصار الآخر أو النقطة الأخرى وتحديدا في مطار العريش الذي لازالت الطائرات تهبط على مطار العريش حيث استقبل مطار العريش اليوم طائرتين الطائرة الأولى قادمة من الإمارات على متنها 46 طن من المواد الجذائية والإغاثية والطائرة الثانية من قطر على متنها 41 طن من المواد الجذائية والإغاثية أيضا وبذكر وجود الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهشمية لازالت التنسيقات مستمرة بين الجانب الأردني والمصري فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة نتحدث عن أن حجم المساعدات الأردنية وصل إلى 4724 طن بإجمال 27 طائرة هبطت على مطار العريش وكانت أيضا ضمنها زيارة لولي العهد الأمير حسين في العشر من نوفمبر السابق للإشراف على تجهيز مستشفى ميداني يتم دخولها لقطاع غزة بها عدد كبير من الأطباء المتخصصين في مختلف التخصصات وبإجمال 41 سرين وهذا تنسيق يتم دائما بين الجهات المصرية والأردنية في وصول المساعدات الإنسانية وأيضا إيصالها لقطاع غزة هذا بالإضافة إلى أن الممثل الدول الذين يتواجدون في مدينة العريش للإشراف ومتابعة عملية المساعدات الإنسانية التي تأتي من قبل دولهم يترقبون أيضا زيادة وطيرة المساعدات خاصة بعد تعيين الوزيرة الهولندية سجرد كاغ اليوم كمنصقة لأشهون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة يترقبون ويأملون أن يكون هذا تنفيذ لقرار مجلس الأمن في إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية من داخل قطاع غزة وصولا إلى الجانب الفلسطيني حتى يكون هناك أكبر عدد من المساعدات اليومية والشحنات التي تصل إلى الجانب الفلسطيني فنحن نتحدث عن جهود مصرية مستمرة في إصالة المساعدات وفي أيضا استقبال الجرحة والمصابين وبالتأكيد بالإضافة إلى الجهود السياسية الأخرى التي تتم للوصول إلى وقف إطلاق نار كامل في قطاع غزة أشكرك جزيل الشكر مرسل التلفزيون المصري محمود جميل متحدثا إلينا من العريش شكرا جزيلا محمود على هذه التوطية الوافية شكرا جزيلا تمتاز محافظة الإسماعيلية بريادتها في زراعة محصول الفراولة والذي يتم تصديره للخارج لجودته العالية ومطابقته للمواصفات وشروط لازمة للتصدير وتعتبر قرية الروضة من أشهر القرى المصدرة للفراولة إلى الاتحاد الأوروبي ومختلف دول العالم محافظة الإسماعيلية أرض الخيرات التي تتنوع محاصيلها وتزدهر لتغطي احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق العالم قبل شروق الشمس يبدأ العمال في جمع ثمرات الفراولة النادقة من مزارع قرية الروضة بالقنترة بمحافظة الإسماعيلية ثم العمل على فرزها ووضعها في سنديق معدى خصيصة والعمل على ترحيها للبيع المحلي والتصدير ننزل الصبح ساعة ستة ونص بالعمال نجمع وواحد يشيل وواحد يرص والساعة عشر يأتي التاجر يشيل من مولانا المودود وما عندنا الظهر يشيل الفضل وسلم تجار تسلم لبعضها قرية الروضة تعتبر من أشهر القرى المصدرة للفراولة إلى الاتحاد الأوروبي ومختلف دول العالم لما يميز منتجاتها من جودة ومذاق يتوافق مع مواصفات تصدير الصارمة ما تم زرعته حتى تاريخه تم انتلف فدان على مستوى دائرة محافظة الإسماعيلية أبرز المساحات المزروعة وأبرز القرى التي تقوم بزرعتها قرية الروضة مركز الأنطرة غرب والزرع فيها لا يقل عن 1800 فدان حتى تاريخه وجاري بعض الجاني في المساحات المنزرعة بدري ويتم تصدير الفراولة والجزء اللي هو التاني بيتم الاستهلاك عن طريق الأسوأ المحلية الموجودة الفدان بينتج من 40 إلى 50 طن فراولة في السنة ليه؟ أنه أصلا أرض خصبة وفلاح أصلا مسقف هنا فربنا بكرمه في الانتاج يعني وتتميز القرية بتنوع شتلاتة وخبرة المزارعين في رعاية وزراعة وتصدير الفراولة حيث تبلغ مساحة الأرض المنزرعة بمحصول الفراولة بالقرية حوالي 1800 فدان من إجمالي 8000 فدان بالمحافظة وصلنا إلى ختم نشرة الثالثة تحية لكم وإلى نقاط